لا شك بأن المجلس بحاجة إلى أعضاء من كافة التخصصات سواء كانت اقتصادية أو تقنية أو فنية أو ما شابه لأن كثير من المشاريع والاقتراحات التي يتم تداولها في المجلس لا شك بأنها متنوعة ولكن موضوع وجود اقتصاديين هو يأتي بدرجة كبيرة من الأهمية نتيجة لهمية الملف الاقتصادي ومشاريع القوانين التي تساهم إلى حد كبير في تنمية والدفع بعجلة الاقتصاد هذا لا يعني بأن هناك ليست هناك مشاريع قوانين أو اهتمام بتخصصات أخرى ولكن أنا أعتقد أن المجلس بحاجة إلى أن يتواجد فيها أعضاء طبعا مثل ما أشرت من كافة التخصصات ولكن بدرجة أكبر وأهم من التخصصات الاقتصادية شكرا